أفدت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق سبعة صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل دون تسجيل إصابات فيما قالت القناة الثانية عشر العبرية إنه تم اعتراض اثنين من الصواريخ فيما سقطت باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة وأشرت إلى أن صفرات الإنذار دوت في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية بالتزامن مع إطلاق هذه الصواريخ وتنضم إلينا من صيد مراسلتنا سارة شحاد أهلا بك سارة إذن سارة لو تطلعين على آخر التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نعم بدأت استهدافات حزب الله باكرا اليوم عند الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم بإطلاق صواريخ بركان على موقع البغدادي الإسرائيلي عند الساعة السابعة والنصف أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد المنازل الخالية في بلدة بليدة بالنسبة لمنتصف الليل أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي كثف من غاراته على أطراف النقورة وأيضا على جبل اللبوني ما أدى إلى إحراق عدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء وهو ما يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول بإحراق المساحات الخضراء وبتدمير المنازل على طول الشريط الحدودي من أجل كشف هذه المنطقة الحدودية وهذه النقاط الحدودية كذلك الأمر أيضا تعرضت عدة بلدات لقصف مدفع عنيف وأيضا لنيران الرشاشات السقيلة إن كان على النقورة على علم الشعب على عيت الشعب ورامية وميس الجبل أيضا بالنسبة لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فأيضا حلق حتى ساعات الصباح الأولى على طول الخط الأزرق كذلك هو لا يغيب عن أجواء مدينة صيدة أشير أمس حاول عدد من الشبان في مخيم عين الحلوة بإطلاق النار من رشاشات على مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق مخيم عين الحلوة لكن هذا الموضوع نفته حركة فتح هذا بالنسبة لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وتحديدا في الجنوب اللبناني نعم سارة هل هناك أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن هذه المستجدات الحاصلة على الحدود؟ على صعيد اللقاءات السياسية أشير أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب التقى سفيرة السويد والتقى سفيرة الاتحاد الأوروبي دائما للتأكيد على جهود الحكومة اللبنانية في احتواء التصعيد الحاصل والترحيب دائما بكل المبادرات التي تمنع من توسع الحرب وذلك من خلال الحلول الدبلوماسية التي يقول عنها أبو حبيب أن تكون حلول مستدامة تؤدي إلى استقرار طويل الأمد في لبنان أيضا تحدث عن ضرورة استمرار تمويل الأنر ومن أجل مصلحة لبنان ومن أجل الاستقرار في كل المنطقة أيضا سياسيا ومن اللقاءات التي كانت بارزة هذا الأسبوع هو لقاء عون حزب الله لطمأنة أو حيث طمأنة حزب الله الرئيس السابق ميشيل عون بأن الحزب يسعى لعدم توسع الحرب بكل السبل وتحديدا أيضا في الملف الرئاسي أكد حزب الله أنه يفصل بين الحرب القائمة في غزة وبين الملف الرئاسي والأمور الداخلية هذا فيما يخص آخر اللقاءات أشير أيضا أن التصريحات حزب الله دائما تؤكد أنه لا يسعى للحرب ولكن هو على جهوزية كاملة في حال حصولها شكرا جزيلا لك مراسلتنا من لبنان سراش حادة كنت معنا من صيدة